قوانين حوثية تبيح نهب أراضي وامتلكات المواطنين بما فيها أراضي وعقارات الأوقاف والتي تم مصادرة وعمليات البيع والشراء والسبدال المستأجرين لها عبر شبكة من المشرفين موزعين في كل مديريات العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وصولا إلى فرض إجراءات جديدة بحق المستأجرين للأوقاف فتحول مساكنهم إلى جحيم وعذاب هذه العمليات تأتي ضمن سياسة السيطرة والاستحواذ التي تمارسها الميليشيا بحق أراضي وعقارات وصلت بشكل جنوني إلى نهب مواطنين عاديين وتجار ورجال أعمال وشملت عمليات النهب والمصادرة للأراضي والمباني والمحلات التجارية توزعت في كل مديريات العاصمة صنعاء في تفاوت بين المديريات ميليشيا الحوثي صادرت خلال الشهرين عشرين محلا واغلغت اثني عشر آخر بينما أخرجت ساكن من سبع منازل وداهمت اثنين وعشرين منزلا دون إشعار مسباقة مطالبة بإبراز أوراق الإجار القديمة التي تثبت استجار المنازل أو الأرض المبنية عليها من الأوقاف الميليشيات الحوثية واصلت مسلسل النهبي والسطوي على منازل كل من يخالفها الرأي حيث اقدمت على اقتحام منزل وزير الإدارة المحلية السابق عبد الرقيب فتحة في حي سعوان في مسعى للإستيلة عليه وقال وزير الإدارة المحلية في تغريدة على موقع تويتر إن الميليشيا نفذت هجوما كاسحا للسيلة على بنزله في مدينة سعوان السكنية وصادرت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية مئات المنازل لقيادات حكومية ومدنية وعسكرية وأمنية مناهضين لها مستخدمة القضاء أو ما يسمى الحارس القضائي أداة لتمفيذ إجراءتها الانتقامية